تتمتع المملكة العربية السعودية بمكانة كبيرة على مستوى العالم ويبرز حضورها في المحافل الدولية الكبرى وذلك نظير جهود ضخمة في عدد من المجالات مما ساهم في تعزيز موقع السعودية على الخارطة الدولية فرضت اسمها على الساحة الدولية وبمكانة سياسية عالية وموقع جيوسياسي واقتصادي مهم لطالما حضت المملكة العربية السعودية بالمقام الكبير والاحترام على مستوى العالم تعد المملكة العربية السعودية طرفا أساسيا على الساحة الدولية بمكافحة الإرهاب وتحقيق السلام إذ عزز من حضور المملكة العديد من الشواهد ومنها على سبيل المثال للحصر رعاية خادم الحرمين الشريفين اتفاقية جدة للسلام بين الرئيس الأرتيري ورئيس الوزراء الأثيوبي ليطوي البلدان صفحة أطول النزاع في القارة الإفريقية علاوة على الدور القيادي والمحوري في دعم اليمن الشقيق ومكافحة إرهاب الميليشيات الحوثية كما كان للمملكة دائما اليد الممدولة بالخير والمساهمة في المبادرات الإنسانية إذ دعمت خطة الاستجابة السريعة للوضع الإنساني في اليمن التي اطلقتها الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار بالإضافة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي لا يزال سندا للعديد من اللاجئين والحاربين من بطش الحروب لطالما لعب موقع السعودية الجغرافي دورا محوريا على مستوى المنطقة ورسخ وجودها على خارطة العلاقات الدولية فالمملكة يقع بقربها أهم ثلاثة معابر مائية على مستوى العالم بالإضافة إلى أنها حاضنة للخليج العربي كما كانت هي أيضا حلقة الوصل بين الشرق والغرب ولا نخفل في هذا السياق محيط المنطقة المتوتر الذي تمثل فيه السعودية صمام الأمان والضامن للإستقرار القوة الاقتصادية للسعودية والمتجسدة بقطاع الطاقة جعل المملكة حاضرة بشكل أساسي في أكبر وأهم تجمع اقتصادي سياسي اجتماعي في العالم وهو قمة مجموعة العشرين وفي هذا السياق يبرز دور المملكة كأكبر مصدر للنفط وحوالي 18% من الاحتياطات النفطية المؤكدة في العالم ولعلها البلد الوحيد الذي يمكنه سد أي نقص يحصل في أسواق الطاقة مجموعة من العوامل تكاتفت مع بعضها البعض بالأدلة والشواهد والبراهين التي تثبت مكانة المرموقة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية على الساحة الدولية وما ذكر ما هو إلا غيض من فيض لبلد مؤثر فرض حضوره على المستوى الدولي ترجمة نانسي قنقر